بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فلا نزال في سيرة القرآن وقد تحدثنا في المرة الماضية أنهم قد كذبوه فتحداهم وكان الواحد منهم يستطيع أن ينقض دعواه في أنه من عند الله بأن يأتي بسورة قصيرة في حجم الكوثر في سطر واحد يقرعهم يهزأ بهم القرآن يعيب آلهتهم صباح مساء عرضوا عليه الدنيا حتى الملك رفض وبقي مستمراً على هذا النهج العرب لمن عرف أخبارهم وسيرهم وآدابهم أمة لا تقبل الاستكانة أمام التحدي كان الواحد منهم يقول قصيدة فيأتي الآخر فيعارضه بنفس الوزن وبنفس القافية وفوراً يجيبه بمثلها وما عليك إلا أن تقرأ مئات الحالات في كتب الأدب حينما يقول الواحد قصيدة فيرد عليه الآخر على قافيتها ومن والها وفوراً في مجلس واحد ولكن أصابهم الذهول أمام الظاهر القرآنية وجدنا كبار الشعراء وفحول الشعر وفرسان هذا الميدان يستسلمون ويرفعون الراية البيضاء لبيض وما أدراك ما لبيض كان مضرب المثل بالشعر وهو من أصحاب المعلقات وهو الذي يقول فيه الشافع القرشي يقول ولولا الشعر بالعلماء يزريه لكنت اليوم أشعر من لبيدي لبيض هذا حينما يسمع القرآن يصاب بالعجز بالعي فلا يقول بعد أن آمن بأن هذا القرآن من عند الله إلا بيتاً واحداً هو قوله الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا الأعشى هم بالإيمان وصدق أن هذا من عند الله وجاء على راحلته بقصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقفه بعض العرب وقد ارتعب كيف يسلم الأعشى ستكون هذه فضيحة مدوية لأهل الجاهلية الأعشى من فحول الشعراء علم حبه للدنيا وللشهوات والخمر والنساء فقال إن محمداً يحرم الخمر والزناء فقال دعني أشبع منهما عامي هذا ثم أسلم بعد ذلك فمات في طريقه دقة عنقه الخنساء الشاعرة بنت الشعراء هذه التي هي صاحبة الملاحم في المراثي رثت أخاها صخراً في قصائد تنفطر لها الجبال وهي شاعرة بنت شاعر عمها شاعر أخوها شاعر يعني في أسرة كلها شعرية أسلمت و حينما قتل أولادها الثلاثة في القادسية قالت كلمة واحدة الحمد لله الذي شرفني باستشهاده أصابها العي والعجز أمام بلاغة القرآن هي صاحبة يذكرني طلوع الشمس صخراً وأذكره لكل غروب شمسي قصائد كثيراً لا أريد أن أطيل بها عجزت أصابها العي حتى هناك ظاهرة أمام الناس ما الذي حصل لهؤلاء العرب أصابهم عجز يخافون أمام بلاغة القرآن حتى حسان بن ثابت هذا حسان بن ثابت من كبار الشعراء صاحب القصيدة المشهورة جداً لله در عصابة نادمتهم يوماً بجلق في الزمان الأولي يسقون من ورد البريص عليهم برداً يصفق كالرحيق السلسلي القصيدة الجميلة جداً هذه الرائعة جداً قالوا حسان هذا ما الذي حصل به بعد الإسلام انخفض مستواه الشعري جداً ما الذي حصل أصابه أشبه ما يكون بهلع ورعب شديد كيف يستطيع أن يتكلم أمام هذا الكلام العظيم أصابه من بهار شديد إلى الدرجة التي استسلم كعب أبن زهير يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعتذر وقد أتيت رسول الله معتذراً والعذر عند رسول الله مقبول صاحب القصيدة الجميلة الرائعة البردة بان السعاد فقلب اليوم متبول فحول الشعر أدباء العربية عظماء العربية كلهم استسلموا أمام عظمة هذا القرآن ولكن هناك من العرب من لديه رعونة في ربيعة وفي بني حنيفة رجل اسمه مسيلمة قال أنا أستطيع أن آتي بقرآن مثل القرآن محمد وقد نزل علي الوحي بهذا القرآن فأتى بأشياء يمكن لكم أن تراجعوها وأن تقرؤوها في الكتب التي أرخت لهذه الحادثة جاءه جاءه واحد من بني قومه فقال له أسمعني شيئا من قرآنك الذي نزل فقرأ له شيئا من أمثال قال ماذا نزل على محمد قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فأتاه بقصة والطاحنات طحنا والخابزات والعاجنات عجنا فالآكلات خبزا فضحك الناس من هذا أتى بصورة الضفدع يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين فلالماء تكدرين ولا الشارب تمنعين فالناس يضحكون حينما يستمعون إلى هذه الآيات التي نزلت على مسيلمة فجاءه قريب له من ربيعة ومعلوم يعني المنافسة بين ربيعة ومضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من مضر وهذا من ربيعة فقال أسمعني شيئا من قرآنك فتلى له أشياء من هذه القبيل سورة التفاح إن أعطيناك فصل لربك وارتاح إن شانئك هو العجل النطاح هكذا يعني يعارض بها سورة الكوثار فحينما انتهى قال له والله فخطبها فخطبها مسيلمة لنفسه وكان المهر أن أسقط عليهم صلاة الفجر أراحهم منها مهرا لسجاح وقرأوا قصة السجاح في أشياء أنزه هذا المكان عن ذكرها وكيف كان يتغزل بها مسيلمة ذلك الشاعر الكذاب بعد ذلك بحوالي أربعمائة سنة شاب أديب شاعر فيلسوف متمرد اسمه أبو العلاء حاول شيئا في مراهقته الفكرية فألف كتابا سماه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات والكتاب حافظ عليه العلماء والمشايخ لأنه وثيقة صدق لهذا النبي فقال له يا أبو العلاء لا نرى لكتابك تلك الحلاوة والطلاوة الموجودة في القرآن فقال لقد تلي به في المحارب أربعمائة سنة كتابي هذا لو بقي أربعمائة سنة سيكون كذلك ومضى ألف سنة على كتابي أبو العلاء أبو العلاء توفي سنة أربعمائة وثمانية وثلاثين والآن نحن في أربعمائة وثلاث ألف أربعمائة وثلاث واربعين يعني بعد أكثر من ألف سنة ونأتي بهذا بكتاب الفصول والغايات الذي قد انخفض فيه مستوى أبو العلاء جدا إذا ما قرأت قصائد أبو العلاء الأخرى ستراه قد انخفض حتى تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى في قصيدة تنسب إليه يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في جسمها والمخ في تلك العظام النحلي اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول جاء بن المقفع فحاول محاولة وباءت بالفشل وآخرهم آخرهم بيرم التونسي أتى بأشياق قال هي آيات يعارض بها القرآن ثم ندم ندما عظيما واستغفر الله تعالى وذهب إلى بيته الحرام معتذرا مستغفرا مما كان منه أيام مراهقاته ويبقى التحدي مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو يخاطبهم بقوله ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذه الثقة لا تكون إلا من إله ولن تفعلوا على مر الزمان ومن شاء فليحاول وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين